ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لاجتماع الأسبوعي للحكومة لمناقشة عدد من الملفات المهمة بمقر رئاسة مجلس الوزراء في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة وأكد رئيس الوزراء أن الدولة اتخذت إجراءات لتأمين توفر السلع الأساسية بالأسواق في هذه المرحلة الدقيقة وللتخفيف من التدعيات السلبية للأزمة الأوكرانية كما كلف رئيس الوزراء بضرورة متابعة الأسواق أولا بأول لمنع التلاعب بالأسعار محذرا من أن الحكومة لن تسمح بأي ممارسات من هذا النوع وموجها بالتنصيق مع الغرف التجارية المختلفة في هذا الشأن هذا وقد ثمن مدبولي الجهود الكبيرة التي قامت بها جميع الجهات للإعداد والتنصيق لعودة المصريين من أوكرانيا